على أمل تثبيت وقف إطلاق النار والوصول لوقف كامل جاءت محدثات جدة حول السودان إذ يجري مبعوث والأطراف المتحربة في السودان مفاوضاتهم بشأن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والعودة إلى مسار العملية التفاوضية بمشاركة المدنيين على ضوء مبادرة سعودية أمريكية تعد هذه المحدثات الأولى بين ممثل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بعد ثلاثة أسابيع من القتال العنيف الذي أسفر عن مقتل المئات وتشريد الألف منذ اندلاع الاشتباكات وقال وزير الخارجي السعودي الأمير فايصل بن فرحان في تغريدة إنه يأمل أن تؤدي المحادثات التي تجرى في جدة بين الأطراف المتحربة السودانية إلى إنهاء الصراع وإعادة الأمن والاستقرار إلى السودان ووفقا للتقارير الإعلامية فإن المحادثات حول وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية فقط لن يتم إجراؤها وجها لوجه ولكن مع قيام السعوديين بتمرير المعلومات بين الجانبين وفشلت سلسلة من عمليات وقف إطلاق النار الهشة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في وقف القتال الذي حول العاصمة السودانية الخرطوم وبعض المناطق الأخرى إلى ساحات قتال وذكر التقارير أنه لا تزال هناك غرات جوية ومعارك بالأسلحة النارية في الخرطوم ورغم اندلاع أعمال عنف أثناء المحادثات ما يزيد من المخاوف بشأن نجاحها إلا أنها لاقت ترحيبا دوليا ورحب مجلس التعاون الخالجي بالمبادرة السعودية الأمريكية لبدء المحادثات كما ثمنت مصر انطلاق المحادثات معربة عن أملها في التواصل لوقف نهائي لإطلاق النار وعودت لاستقرار إلى الخرطومة